اشتركوا في القناة فريق شباب الريف الحسيمي جاء من خلال هذه المحاولة المهدي بالطامن ضمن الهدفين في هذه المباراة بتسجيله الهدف الثالث من ضربة خطأ مباشرة نفس اللاعب سيسجل آخر أهداف هذه المباراة لفائدة اتحاد طنجا كان متوسط جدا وكنا قريبا ندخله في لعب لما نعرفه شحنا لكن الشوء الثاني الولاد أكدوا أنه عندنا فريق ليقدر يقول كلمته كان لازم علينا تلتنقاط اليوم ربي جابهم نشكر درري على المباراة لدرها هذه الهزيمة بعطرت أورقنا على مستوى سلمي الترتيب العام تدربنا ثلاث هذا الأسبوع من أجل الظهور بمظهر مشرف في هذا الدربي إن هزمنا بأخطاء قتلة أتمنى أن نعود سريعا لسكة الانتصارات سيكون موسم صعب لكن سنعمل على تحقيق نتائج جيدة في مستقبل الدورات المباراة لعادة من خلالها جمهور طنجا إلى المدرجات مباراة اتحاد طنجا أمام شباب الريف حسيني مباراة عرفت تسجيلة خمسة أهداف أربع منها كانت لفريق البوغاز مباراة ممتعة خصا بعد عودة جماهير طنجا نجح فريق اتحاد طنجا في إكرام وفادة طيفه شباب الريف حسيني بروباية فوزون مكنهم احتلال المكز الثالث أما فريق شباب الريف حسيني فشجر انهزمه السابع الحواصي يقود هجوما في الجهة الأسرة يتوج بهدف للائب أحمد شنتوف الكورة غير مصارها أحد المدافعين والهدف الأول لفائد فريق اتحاد طنجا الكورة خدعت الحارس ياسين الحظ هذا الهدف زاد من معنويات لائب فريق اتحاد طنجا الطمحين لتشجيل الفوزي ولا غير فريق شباب الريف حسيني افتح له فرصة لتشجيل هدف التعادل لكن يوسف بن علي يسدد عاليا نفس اللاعب يتجاوزون الدفاع وينفرد بالحارس أمسيف لكن السيدة كانت ضعيفة لينتهي الشوق الأول بتقدم اتحاد طنجا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية رقنية تنفذ الكرة يستقبلها يوسف سكور والهدف الثاني لاتحاد طنجا هدف بعطر أوراق شباب الريف الحسيني في الدخل الثالثة والستين هجوم سريع شباب الريف حسيني يتوج بهدف لعبد الرحيم مقران هدف جميل للعب عبد الرحيم مقران فريق اتحاد طنجا سيحريز هنا على ضربة خطاء بعد الدخول يوسف اليوسفي ضربة خطاء كريفة تنفيذها المهدي بلطام قوة في تسديد لم تترك أي حضن للحارس ياسين الحد ولقوة تسديد نتابع الهدف الثالث للعب المهدي بلطام في الجهة اليمنى الحواصة يسلم كرة لمهدي بلطام الذي يتفنن في رفع الكرة وهدف جميل لاتحاد طنجا وهو الهدف الرابع هدف المهدي بلطام اعتبر من بين أجمل أهداف هذه الدورة نستمع لبطل هذه المباراة المهدي بلطام الحمد لله على هذه النتيجة هذه النتيجة جاءت بفضل المجهودة دي اللاعبين والتقام التقني والجمهور دينا اللي كي ساندنا فالحمد لله عبد الرب يسجل فاللاعبين الخوتي اللي كانوا معي في المقابلة كانوا الحمد لله كما نقوله الرجال في المقابلة فثلاث نقاط مكان سهلات ثلاث نقاط مهمة لأدخلنا أننا نحفظوا على الرتبة التالية دينا وكنتمنوا أننا في مقابلة القادمة دورات إن شاء الله نحقوا نتائج إيجابية ونحقوا لذلك اللي يبغى الجمهور دينا ولا المكتب مسير إن شاء الله يكون خير إذن اتحاد طنجا في المقاز التالية وشباب الريف حسيمي في المقاز الرابع عشر وظهر جليا بأن اتحاد طنجا كما كل الفرق الوطني محتجة لجماهيرها من أجل مزيد ما الدعم من أجل مزيد من العقابة نجح اتحاد طنجا في سعادة المركز الثالث وأزم وضعية شباب الريف الحسيمي بعد نهاية مباراة الجمعة بينهما بحسة أربعة هداف مقابل هدف واحد تقرير جهان جاري بعد هزيمة بالميدان وتعادل عاد اتحاد طنجا ليدرب بقوة ويحاقق فوزه السابع بالموسم على حساب الجريح شباب الريف الحسيمي أولى محاولات المباراة بدأها الطنجاويون في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد حمودان الذي مرر لأيوب الخالقي الذي لم يمرر من جهته بشكل جيد داخل مساحة العمليات بدأ واضحا أن الاتحاد يبحث عن هدف مبكر وهو ما جاء بعد عشر دقائق من اللعب الحواصي تمكن من الحفاظ على كرته لوقت طويل لتصل بذلك إلى أحمد شنتوف صاحب استسديدة المفاجئة التي ترجمت إلى هدف افتتاح الحصة انتظرنا لحدود الدقيقة العشرين لمعاينة أبرز فرصة لشباب الريف بكرة ممتازة من فوز وعمار لكن يوسف بن علي افتقد لللمسة الأخيرة وكرته فوق مرمى الحارس أمسيف بن علي عاد لتضيع فرصة أخرى بعد أن قام بكل شيء إلا تسديد الجيد بعد الاستراحة البداية كانت للحسيميين عن طريق مقران أمام المرمى إلا أن كرته تمر جانبية بعدها صعود لأسامة الغريب من الجهة اليسرى لمحاولة مضاعفة النتيجة لكن تمريرته كانت سهلة لدفاع الشباب ومضاعفة الحصة ستبدأ في الدقيقة التاسعة والخمسين بركنية من عبدالغنيم وعاوي لتنتهي بالمرمى بعد هدف يوسف سكور هنا أحصت ضيوف بالخطر وبادروا إلى ردة فعل جاءت بهدف صفقت له جماهير الاتحاد بعد تمريرة جيدة استقبلها عبدالرحيم مقران وحول وجهتها إلى الشباب هدف جعل التقم الحسيمي يطمح في عودة في النتيجة خلال باقي الدقائق لم يكن ذلك ممكن بعد ضربة الخطائهات التي كان وراءها المهدي بلطام وأصبحت النتيجة ثلاثية لهدف في الدقيقة الثانية والسبعين رغم ذلك لم يستسلم الزوار وجواد إيصن كاد هنا أن يقلص الفارق بكرة كانت بعيدة بقليل عن القائم الأيمن لأمسيف اقتربت المباراة من نهايتها وأعلن عن الوقت الإضافي الذي شهد رابع وآخر أهداف اتحاد تنجة عن طريق بلطام بطريقة فنية مسجلا ثنائيته في المواجهة الحمد لله العودة للجماهير التنجوية الحمد لله عطتنا وحد تحفيز المباراة التي فاتت لعبنا بدون جمهور كانت المباراة ضيعنا في النقاط فالحمد لله هذه الانطلاقة بقلنا مباراة أمام الجيس نساء الله بس نمشون المدينة الريباط بس نحقون نتيجة إيجابية إيجابية لكن ما تعكش المباراة التي درناها الشوط أول كان متوسط جدا وكنا قريب ندخلوا في لعب اللي ما نعرفوه جحنا لكن الشوط الثاني الولاد أكدوا أنه عنا فريق ليقدر يقول كلمته كان لازم علينا تلتنقاط اليوم ربعية لهدف جعلت اتحاد طانجة أحد المستفيدين من الدورة كيف لا والفريق انفرد بالمركز الثالث على بعد أربع نقاط فقط من الصدارة خمسة أهداف أربعة لفريق نبيل فريق اتحاد طانجة يعني عودة الجمهور كان فأل خير على الفريق وبالتالي فريق حصد ثلاثة نقاط أما فريق شباب الريف الحسيمي وبحسة كبيرة أربعة تدافق قبل هدف واحد والسعادة المركز الثالث فريق تحت طانجة فتوقعته في جمهوره بالخصوص داخل الميدان لأنه يتوفر على ملعب جميل جمهوره تلك تساند لو أنك تشوف الأجواء التي تكون داخل الملعب هناك فهذا الشيء يحفز اللاعب على أنه يقوم بمباراة بشي ضعفة المجود ديله وزائي تلمسات ديل عبد الحق بمشيخاق تأواك يعرف كيف يوصل للفكرة ديل اللاعب والذي يتطبق بالحرف الواحد هذا الشيء الذي يجعله تفارق تحت طانجة لأنه هو واحد من الأنديال يقدرون أن ينفسه على الدول بالنسبة لفريق تحت طانجة فوز مستحق فريق سيطرة على وسط الميدان والتحول من الحالة الدفاعية للحالة الجمهورية خصا في وسط الميدان يكون جيد عادة إلى قوة وإلى سرعة وإلى المستوى الجماعي فمن بين أهم النقطة التي تعرف لمسة المدرب نقطة افتكاك الكرة دائما عندما تريد أن تشاهد مباراة تلاحظ نقطة افتكاك الكرة هل هي عالية أم في الوسطة أم منخفضة لذلك فوسط الميدان دائما هناك نقطة افتكاك الكرة عدة تحت طانجة فوسط الميدان يتحول بسرعة المعاوي وحمدان لاعبين وكذلك الحواصي لاعبين في المستوى يعني عندما تجد لاعب في وسط الميدان يكون لاعب مهاري وعنده رؤية جميلة فأكيد أنه سيعطي كل مباراة أربع خمس ست هدف للمهاجم ولقطة جميلة من جمهور تحت طانجة الذي يصفق هنا الروح الرياضي العالي لجمهور تحت طانجة بعد خمسة تعادلات على التوالي الوداد البيضاوي استرجع نغمة الانتصار ومعها صدرة الترتيب العام النادي الأحمر فز على حمل لقب الفتح بالعاصمة الرباط وبهدفين مقابل هدف واحد ليبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر السابق الدفاع الحسني الجديد والذي اكتفى بتعادلين على التوالي وهذه المرة في ملعب شبق قصبة تدلى من دون أهداف المركز الثالث عاد إليه من جديد فارق تحى الطانجة الفائزي وبأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه شباب الريف الحسيمي في الوقت الذي تراجع فيه رجاء البيضاوي لمركز الرابع بعد تعادله المخيم للأمال مع الجيش الملكي بهدفه مقابل فارق تحى الطانجة التي احترى الرطبة الثالثة يعني فوز عاري ذبرها الواحد على فارق شباب الريف الحسيمي في مباراة لقاء جديد مع الجماهير بعد غياب الجماهير لمدة أسبوع بعد مكان محكم على فارق تحى الطانجة إجراء مباراة ديالو بدون جمهور بدر الدين يمكن إجراء التحى الطانجة المباراة بدون جمهور كانت عنده تداعيات سلبية على مؤدى الفارق وعلى نتائجه أيضا شيء اللي ربما عطل الانطلاق ديالو الجيدة اللي كانت اللي تسمت بها بداية البطولة إذن مع عودة هذا الجماهير كان من ضروري على أن فريق تحى الطانجة يعاود يعاود البحث على الانتصار وأعتقد أننا اليوم حقق الفوز بحصة عريضة جدا على فريق شباب الحسيمة اللي حقا أنه في عتقاد يقدم إفلس كبير على مستوى المنظومة الدفاعية لأن كل أهداف التي سجلت في مرمى يسير الحد كانت عبارة عن أخطاء ربما بعضها كانت بدائيا على مستوى التنظيم الدفاعي الشيء الذي يؤشر مثلا فيما فريق تحى الطانجة يسير بخطة ثابتة نحو التحقيق الأهداف لأنه يقول لأنه هذا الموسيب سينافس على لقب المطولة ويريد أن يؤمن أكبر عدد من نقاط قبل الدخول في منافسة كاسس الحد ترجمة نانسي قبل الدفاع